السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل هرمون الحليب يسبب تساقط الشعر ام لا هرمون البرولكتين او هرمون الحليب هو هرمون تنتجه الغدة النخمية ويعمل لتحفيز انتاج الحليب لدى الام بعد الولادة اضافة لتنظيم سوائل الجسم وجهاز المناعة كما له تأثير مهم في عملية التمثيل الغذائي العلاقة بين ارتفاع هرمون الحليب والتساقط الشعر سوف نتكلم عنها باذن الله في هذا الفيديو ان الدور الذي يلعبه هرمون الحليب في تساقط الشعر ليس واضحا بعد ولا يزال مسيرة للجدل في العديد من النواحي كما اظهرت بعض الدراسات ان دور البرولكتين في التسبب بتساقط الشعر حتى الان لا يذكر بل ويمكن اهماله كون العديد من الدراسات لم ترصد ارتفاعا ملحوظا في مستوى هرمون الحليب في الدم لدى الاشخاص المصابين بتساقط الشعر في دراسة حديثة تم علاج فروة الرأس بجرعة عالية من هرمون الحليب تبلغ 400 نانو لكل ملي لتر وكانت النتيجة انخفاضا ملحوظا في استطالة جزع الشعر وانتقال الشعر من مرحلة قبل الاوان لمرحلة التراجع التي ينقطع الشعر فيها عن امدادات الدم ويتوقف عن النمو كما لوحظ ايضا وجود ارتفاع في موت الخلايا المبرمج اي زيادة في موت الخلايا الكرياتينية في بصيلات الشعر مما قد يؤدي لتساقط الشعر اذا ما هو تفسير علاقة ارتفاع هرمون الحليب وتساقط الشعر حسب المعطيات الحالية يمكن تفسير علاقة ارتفاع هرمون الحليب وتساقط الشعر 1- تأثير هرمون الحليب على هرمونات اخرى تسبب تساقط الشعر ارتفاع هرمون البرولكتين في الدم قد يتداخل مع انتاج هرمونات اخرى مثل هرموني الاستروجين والبروجسترون وانخفاض هرمون الاستروجين والبروجسترون يجعل الشعر ينمو بشكل ابطأ ويصبح اكثر رقة اذ يساعد هرموني الاستروجين والبروجسترون الشعر على النمو بسرعة اكبر ويقالل التساقط كما اظهرت دراسة اجريت على الفئران ان هرمون الحليب يزيد من افراز هرمون التستسترون عن طريق تحفيز انتاج مستقبلات هرمون الملوتين وارتفاع التستسترون يؤدي بدوره لتساقط الشعر اتنين ارتفاع مستقبلات هرمون الحليب وتساقط الشعر وجد ان مستقبلات هرمون الحليب توجد في العديد من انسجة الجسم حيث تم العصور عليها في الانسجة الدهنية والجلد وبصيلات الشعر والبنكرياس والعظام والغدة القذرية ويلعب هرمون الحليب دورا منعيا كما ذكرنا وفقا لما اشرت اليه نتائج دراسة اجريت حول هرمون الحليب وتساقط الشعر فقد يكون تأثير ارتفاع هرمون الحليب على تساقط الشعر ناتج عن ارتفاع مستقبلات هرمون الحليب الموجودة على الجلد وبصيلات شعر فروة الرأس بغض النظر عن ارتفاع هرمون الحليب نفسه بالدم اذ ان زيادة المستقبلات الخاصة بهرمون الحليب تعني زيادة تأثير هرمون الحليب والذي قد يتمثل بتحفيز المناعة الزاتية وقيام هرمون الحليب بالأدوار المناعية الآتية تنشيط تقاثر الخلايا القاتلة الطبيعية وتعزيز وظيفتها التحليلية مما قد يزيد من موت الخلايا المبرمج المؤدي لتساقط الشعر تحفيز انتاج السيتوكينات المعدلة للمناعة وعوامل تنشيط الخلايا اللينفاوية مثل الانترلوكين الموجودة بشكل كبير عند المرضى الذين يعانون من السعلبة والتي اظهرت نشاطا محفزا لتساقط الشعر البشري ومصبتا لنموه بشكل كبير أثناء تجارب مختبرية إذن كيف يتم علاج مشكلة ارتفاع هرمون الحليب يعتمد علاج ارتفاع هرمون الحليب على السبب الذي قدى لارتفاعه حسب التشخيص كما أن العلاج ليس لازما لجميع الحالات ويمكن علاج ارتفاع هرمون الحليب بأحد الطرق الآتية قد تصف الطبيبة بعد الأدوية الفموية والتي تقلل من انتاج هرمون الحليب وتقلل الأعراض المرافقة قد يتم إجراء جراحة لإزالة ورم الغدة النخامية إذا لم تكن الأدوية فعالة وهذه الجراحة تكون ضرورية في حال تأثير الورم على الرؤية يستخدم العلاج الإشعاعي في حالات نادرة إذا لم تؤتي أي من الطرق الأخرى فعالية في التخلص من الورم وتخفيض نسبة البرولكتين في الدم ويعالج ارتفاع هرمون الحليب الناتج عن تعاطي بعض الأدوية فيمكن علاجه عن طريق وصف أدوية بديلة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكمنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة